خمس سنين من أربع تيام أهلها شايلينها كده ويعيني والبنت مسكينة عندها درجة حرارة بسيطة أو لا تسكر الطفلة دي المفاصل بتاعتها مورمة يديها ورجليها مورمين وخصوصا رجليها المفصل نفسه مورم الطفلة من شدة الألم اللي في المفاصل الطفلة دي مش قادرة تمشيه عشان كده مسكينة الأهل شايلينها حطوها على السرير الشكوى أن الطفلة ده مورم والطفلة ده عنده ألم في البطن نبطنها كل شوية توجهها وتمغز جامد كل شوية توجهها وتمغز جامد الطفلة دي عليها طفح أحمر على جلدها تبصت لي على رجلها كده هو تلاقي طفح نقاط حمره نقاط حمره نقاط حمره النقاط الحمره دي ما تختفيش بالضغط المفروض أي طفح بالحاجات اللي احنا قلناها في بداية الحلقة لما تدوسي عليها بسباعك كده تختفي الطفلة ده لما تدوسي على الطفح ده ما يختفيش طب إنتي هتعرف إزاي أنه ما اختفاش ما هو موجود تحت صباعك الطفح ده وشوفيه من خلال الازاز ده بيختفي ولا ما اختفيش. لو الطفح ده ما اختفاش الطفح ده في منتهى الخطورة لان ده عبر عن نسف تحت الجلد. اكمل لكم تشخيص الحالة ديا بعد ما ناخد اتصال من ام ايا. اتفضل يا ام ايا. اهلا بك يا ام ايا. اهلا بك يا ام ايا. اهلا بشكل حضرتك. ربنا يخلى حضرتك. ربنا يخليك يا ام ايا. تحت حاول يا ام ايا. تتصل بينا. وما ما عرفتش توصل للبرنامج. ابعتلي رسالة مسج على التليفون بتاعي. وانا هجاوبلك على كل الاستفسارات اللي انت عايزها يا ام ايا. على الرحب والسعة. الطفلة دي. لقينا الطفح بتاعها مش موجود على الجلد بس في رجلها. لا. موجود على المقعدة. اه يا جماعة. التملي عندنا منطقة محرمة. ان احنا ما بنشوفش ما بيفتحش الحفاضة بتاعت العيل. او ما بنشيلش الاندروير ونبص تحت الحفاضة. يا جماعة دي منطقة ممكن تشخص حاجات كثير. العالي اللي عندهم فاتق قربي ببقى تحت الحفاضة. اللي عندهم ان الخصية بتاعتهم لفت ده موجود تحت الحفاضة. اللي عندهم مية على الخصية ده موجود تحت الحفاضة. الخصية بتاعتهم مختفية وعندهم خصية معلقة. ده تحت الحفاضة. الحفاضة دي احنا بكرة عندنا امتحان الزمالة بنعقده في مصر. بيجي لنا خمس ممتحانين انجليز وخمسة مصريين وان شاء الله بكرة بنعقد امتحان الزبالة. الدكتور اللي ما يعرضش ان يشوف المنطقة التناسلية بتاعت الطفل او يفحص الظهر العيل ده بيسقط خلاص ما لهش حل لانه فقط جزء مهم جدا من التشخيص لازم حتى من غير ما يفحص لازم يعرض على الممتحد يقول له والله انا عايز ابص على تحت الحفوضة او اشوف تحت الاندرور ده اشوف فيه ايه خلاص نقول له ما تفحص اعتبر نفسك فحصت لكن لازم يعرض هذا علشان تبقى دي قلب به طب ان التفلي لازم يفحص دهر العيل الدكتور لازم يفحص ظهر التفلي والمنطقة تحت الحفوضة المهم البنت دي كان فيه طفح على الفغد من وراء على المقعدة من وراء التفلى دي عندها حاجة اسمها هنخ شوان لاين بوربرا ايه الهنخ شوان لاين بوربرا ده عبارة عن ناس في تحت الجلد ده اسم راجل الماني اول واحد وصف الحالة دي راجل الماني عشان كده الاسم صعب شوية هنخ شوان لاين بوربرا اسم كبير بس الفعل بسيط هتبست لها التفلي ده عنده ألم في المفاصل والمفاصل بتاعته تورم التفلي ده عنده طفح وخصوصا على المقعدة التفلي ده عنده ألم متكرر في البطن لان كل الأوعية الدموية بتاعت العيل ده بتلتهي بالأوعية الدموية الصغيرة اكتر طب علاجه ايه القصة كبيرة دي علاجها دواء بروفين ندي بس بروفين مساكن للألم مرة واثنين وثلاثة على حسب الألم بتاع البطن وهو كل كلام ده بيختفي في خلال أسبوع أهم حاجة عنينا على صورة الدم عشان ميحصلش الاتهاب في الأوعية الدموية بتاعت الكالية ويحصل ويحصل دم في البول ومعانا مدام شايد